أربعة أعوام إلى جانب الضحايا والمنكوبين أربع سنوات من عمر قناة بلقيس انتهجت فيها القناة خطا تحريريا مستقلا دفعت في سبيله دماء عدد من أفراد طاقمها الميداني وتعرضت بسببه للكثير من التضييق والتحديات أهلا بكم بلقيس في عامها الرابع جددت التزامها بالخط التحريري المستقل المعبر عن تطلعات اليمنيين في العيش الكريم وانحيازها التام لقضايا الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والوقف في وجه التجاوزات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتحالف والميليشيات التابعة له اليوم تحتفل قناة بلقيس بالذكرى الرابعة لانطلاق بثها الفضائي بإضافة العديد من البرامج لخارطتها البرامجية وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة أكدت القناة أن العام الرابع من عمر مسيرتها سيشهد إضافة دماء جديدة في الجانب التحريري والبرامجي وتوسيع شبكة مراسليها في الميدان وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب اليمني وبما يضمن التنوع المهني القائم على المعايير الصحفية الدقيقة التي تنتهجها القناة منذ تأسيسها ما الذي تحقق خلال أربعة أعوام من مسيرة القناة وإلى أين ستنضي برسالتها هي صوت الشعب إذن بحسب الشارع اليمني الشارع الذي منحته ولاءها منذ أول يوم حين أعلنت شعارها صوت اليمنيين طوال أربعة أعوام كانت بلقيس قريبة من الشعب في الظروف التي فرضتها الحرب ولدت بلقيس في ظل الحرب ربما كانت تزامن مصادفة لكنها مثلت فرصة لتعبير عن معاناة شعب سيعيش حربا مدمرة وفي الوقت ذاته تحديا سيفرض معوقات كبيرة على العمل الإعلامي على امتداد الخارطة الوطنية اشتعال المعارك على امتداد البلد فرض على بلقيس تكثيف العمل على تغطية المواجهات العسكرية والاقتراب أكثر من الحدث وهو ما كلفها فقدان ثلاثة من أفراد فريقها الإعلامي في الميدان الشهيد عبد الله قابل والشهيد محمد القدسي والشهيد عبد الله القادري طوال أمد الحرب التي أخذت طابعا إقليميا ودوليا أفرز وضعا إنسانيا مأساويا في البلاد وأصبحت المنظمات الدولية تتحدث عن أكبر مجاعة إنسانية في العالم تخط آثارها على ما تبقى من أجساد اليمنيين الأمر الذي حتم على صوت اليمنيين أن تعبر عن صوت المنكوبين بالحرب والجوع وفائض الانتهاكات في ظل توسع الميليشيات في شمال البلد وجنوبه من صنعاء كانت الانطلاقة الأولى لكنها كانت انطلاقة قصيرة فسرعان ما سطت ميليشي الحوتي على مكتب القناة كما سطت على كل شيء في البلاد ومن مدينة اسطنبول كانت الانطلاقة الثانية لتستمر بالقيس في تأدية رسالتها للعام الرابع مع وعد بأن تظل القناة إلى جانب انحيازاتها التي اختارتها منذ لحظة البداية وعاما بعد عام تكبر القناة سواء بعدد موظفيها أو مكاتبها والأهم من ذلك بشبكة مراسلها في الميدان الذين يمتدون في معظم التراب الوطني لغاية واحدة إيصال الحقيقة لليمنيين وإيصال صوتهم إلى العالم إذن مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ أحمد أزرقى مدير عام قناة بالقيس وأيضا ستنضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية حنان جمال عفوا مراسلتنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن بداية المساء الخير أستاذ أحمد ولكي أيضا حنين مساء الخير إذن أبدأ من عندك أستاذ أحمد أربع سنوات على ميلاد شاشة بالقيس كيف مرت عليكم كإدارة في القناة بداية يطيب لأننا جميع الزملاء العاملين في القناة وكذلك مراسل القناة في الميدان ونترحم على الزملاء الشهداء ونشكر أيضا السادة في مجلس الإدارة والسيدة توكو الكروان على دعمها الكبير لقناة خلال مسيرة الأربع العوام أشكر كذلك في البداية لشركة روما ميديا ومديرها للسادة عبد الحرازي والسادة خناء صالح مدير الشركة بالقيس ميديا وكذلك لجميع الطاقم الفني والطاقم التحريري في القناة أربع سنوات بالتأكد كانت فيها الكثير من الأحداث الكبيرة التي عاصرتها القناة بدءا من الإنقلاب وما تلاه من أحداث بإضافة إلى البداية المتواضعة للقناة كثلاث ساعات يوميا إلى أن وصلنا إلى 24 ساعة باعتقد أن هذه محطة كبيرة وصلنا إليها أربع سنوات من التعب اللذيذ أربع سنوات من الجهد الكبير الذي بذل من الزملاء في كافة الأقسام والإدارات أربع سنوات تشاهدت الإيمان الكثير من المراحل والمنعطفات الصعبة التي كانت بالقيس حاضرة فيها بشهادة الجمهور وبشهادة المتابعين والمهتمين لكن القناة ما زالت في بدايتها رغم أنها مرور أربع سنوات لكن نشعر أننا ما زلنا في البداية وما زال هناك الكثير والكثير اللي يقدم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله نحن كما استمعنا في عدد من التقرير أيضا لمداخلات أو مشاركات من جمهور القناة نحن نترك تقييم الأربع سنوات لجمهور القناة أولا وأخيرا فهو الهدف والغاية ونحن كما نقول في شعار قناة بالقيس أننا صوت اليمنيين نتمنى أن نوفقنا أن نكون هذا الصوت الذي أوصل أصوات اليمنيين أوصل أصوات المظلومين أوصل أصوات ضحايا الانتهاكات أوصل أيضا أصوات المتضررين من الانقلاب ومن الموارسات السيئة لكافة الأطراف في داخل الليمني نعم إذن أستاذ أحمد دعنا نذهب إلى الميدان الذي جاءت منه قناة بالقيس والذي تعود إليه مع مراسلتنا من عدن حنين جمال عبر القمار الصناعية مساء الخير حنين مساء النور أهلا بك حنين وكل عام وأنت بخير بمناسبة رمضان وأيضا بمناسبة الانطلاق لقناة بالقيس في مثل هذا اليوم ما الذي يعنيه لك هذا اليوم حنين أولا أحب أن أهنأ جميع الزملاء وزميلاتي في قناة بالقيس وأهنأ جميع المشاهدين الأعزاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبمناسبة الانطلاق الرابعة لقناة بالقيس أرحب بك ورحب بجميع زملاء وزميلاتي كلا باسمه وصفته وبضيفكم الأستاذ أحمد الزرقى مدير عام قناة بالقيس أرحب بجميع زملائي المرسلين على الميدان ومدير المرسلين وزملائي في مكتب عدن وطبعا لا أنسى أن أرحب بمن سموا فوق الغرائز العمياء وقدموا التضحية النبيلة هم ليسوا اليوم معنا ولكن لولاهم لما بقينا إلى هذا اليوم لما استمرنا زملائنا الذين استشهدوا في الميدان رحمة الله عليهم وأوجه تحية لأهلهم وأحبائهم جميعا العمل الإعلامي هو رسالة أكثر ما أن تكون مهنة ووظيفة في ذمة كل إعلامي منذ اللحظة التي يتسلم فيها الزمام العمل ومن خلال تجربتي في العمل الإعلامي فالإنسان لا يمكن أن يكتشف الحقيقة كاملة لكن وظيفة أو عمل المراسل الحقيقية تكمن في أن يتحرى الحقيقة الكافية التي تبني صورة واضحة للمشاهدين بحيث يترك الصورة هي التي تحدث المشاهد ماذا رأى وماذا حدث وماذا كان موجود في الميدان هل شعرت أنك استطعت أن تحدث ذلك؟ نعم حنين هل شعرت أنك استطعت من خلال قناة بلقيس أن تحقق هذه الرسالة التي تتحدثين عنها قناة بلقيس تسمح للمراسل أن ينزل إلى الشعب أن يتلمس معاناة الناس يبدو أن هذا أجمل ما وجدته في العمل بحيث أننا نستطيع أن ندخل إلى منازل النازحين ومنازل المحتاجين والأسرة والجرحة نعرف المعاناة الحقيقية قد أحيانا نتألم لهذا الشيء ولكن في سبيل أن تصل هذه الصورة إلى الناس فإننا نجد أنه لا بأس بهذا الألم لأنه يصبح ألم مخلوط ببعض اللذة لأننا نصبح لدينا شهية للحقائق ولا شيء سوى الحقائق حتى إذا كانت هذه الحقائق مرة لكن إذا لم نصل أو إذا لم نصل نحن المراسلين هذه الحقيقة من سيوصلها؟ ولعل هذا ما يحسب لقناة بلقيس هي أنها دائما تطلب مننا أن نتلمس الحقائق في نزولنا وهي تحاول دائما أن تبحث عن معاناة الشعب وللشعب وفقط لكن أيضا هذا لا يعني أننا لا نعاني ولا نجد هناك معاناة في عملنا في المراسل عملة يجد فيه الكثير من المتاعب نعم سأسلكي عن هذه المتاعب حنين سأسلكي قبل أن نأتي إلى متاعبكم كمراسلين في الميدان دعيني أستمع لتعقيب سريع من الأستاذ أحمد حنين هي واحدة من مراسلين كنا نتمنى بطبيعة الحالة أن يسمح لنا الوقت أن نأخذ جميع مراسلين في مثل هذا اليوم ولكن تعقيبا على ما طرحته حنين نحن في البداية نقول أننا اخترنا طاقة من مراسلين متنوع بعيدا عن الانتماءات الفكرية أو الحزبية نحن بحثنا عن زملاء صحفيين مهنيين ينتمون للمهنة أولا وأخيرا وهذا ما أثبته زملاءنا في الميدان نحن فخورون جدا بأداء هذه الكتيبة في الميدان رغم المعاناة التي يعانوها رغم الصعوبة رغم الظروف الصعبة رغم المعوقات الموجدة في الميدان صعوبة التواصل معهم في غالب الأحيان الخوف الدائم من تعرضهم لأي انتهاك لكن زملاءنا في الميدان أثبتوا أنهم على قدر كبير من الكفاءة وأثبتوا أن بلقيس هي قناة شعبوية قناة للشارع وليست قناة للنقبة وهذا ما راحضناه خلال السنوات الماضية وما نحرص عليه أن تكون هي قناة معبرة عن صوت الشارع اليمني وليس عن النخبة السياسية باعتقد أن سأتطرق بطبيعة الحل هذه النقطة بالذات أستاذ أحمد ولكن أستمع إلى أبرز المعاناة التي تعانون منها حنين في الميدان أو التحديات التي تواجهونها نعم نعم في الميدان هناك بالتأكيد رغم كل الإيجابيات التي ذكرتها الإيجابيات المعنوية لكن يظل هناك سلبيات بالتأكيد لكل مهنة سلبياتها مثلا نحن نبقى ساعات طويلة تحت سياسة أشعة الشمس الحارقة ومعروف عن مدينة عدن أنها مدينة حارة بشكل عام خاصة في فصل الصيف قد ننقف ساعات لحصولنا على مادة لا تتجاوز الدقيقة أو صورة أو تصريح من جهة مسؤولة يكون تصريح ذا أهمية أيضا نذهب إلى ماكن بعيدة وخطيرة في النهاية قد نواجه بالترحيب وهذا ينسينا كل التعب لكن أحيانا للأسف نواجه بالرفض وهذا يعود إما اختلافها مع جهة التي جئنا إليها أو بسبب رغبتهم في التعتيم على المشهد بحيث لا تصل الصورة إلى المشاهدين وأظن أن هذه ليست فقط معاناتنا نحن مراسلين قناة بلقيس ولكن لا يوجد ثقافة الوعي ولا ثقافة قبول الآخر للأسف موجودة فيرفض بعض المراسلين أن يغطوا بعض الأماكن جهات ترفض المراسلين أن يغطوا بعض الأماكن ويعودون أدراجنا أن نرجع منها بخفة حنين لكن مع ذلك كل هذا التعب مجرد حصولنا على المادة أظن أنه يزول تماما ويبقى التعب الحقيقي والمعاناة الحقيقية تكمن في أننا عندما نحصل على صورة بسبب مأساة الحرب لا تستطيع مبادئ المهنة لا تسمح لنا أن نبثها إلى المشاهدين من خلال هذه المعاناة التي تعانونها حنين تصلنا الصورة كاملة ونستطيع أن نوصل صوت اليمنين بما نستطيع أنتم الجنود الحقيقيين لما تقدمه قناة بالقيس شكرا جزيلا لك حنين جمال مراسلتنا كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدة نعود إليك أستاذ أحمد أستاذ أحمد بطبيعة الحال هناك تحديات كثيرة تواجه القناة منذ محاولة استمرارها بعد توقف مكتبها في صنعها والكثير من الأشياء التي واجهتها ولكنها أثبتت في كل عام أنها قادرة على الاستمرارية ما هي أبرز هذه التحديات؟ القناة كما ذكرت هي كائن حي نحن نحرص ومجلس إدارة حرص على أن تكون القناة قابلة للتطور قابلة لتجاوز التحديات والمخاطر وهذه هي ميزة الإعلام القدرة على التغلب على التحديات والمخاطر بالتأكيد كان هناك العديد من التحديات بدءا من المخاطر التي تعرض لها المراسلين في الميدان بدءا ثانيا التصنيف الذي يسود كل ما هو مخالف الجميع يصنفك كما يريد نحن ندفع ضريبة الموقف غاليا دفعناها تضررنا في عدد من البرامج عندما بات غالبية المسؤولين للحكومين ربما إن لم يكن معظمهم يرفضوا الظهور على شاشة قناة بلقيس كذلك الأطراف الأخرى تريد الجميع يريد الإعلام أو يريد قناة بلقيس أن تكون صوتا له أو ظلا له لا يريد أن تقول ما هو مختلف وما هو مغير وبالتالي هذه الإعلام نحن كوسيلة إعلامية نعمل في سياق الحصول على المعلومة الحصول على المعلومة هو تحدي كبير جدا الاستمرارية أيضا في الميدان الاستمرارية في المنافسة الاستمرارية في تقديم خدمة مميزة متابعة الأحداث وملاحقة التطورات وأنت بعيد عنها إلى حد ما تفصلك مسافات المصادر الحكومية لا تريد التعامل معها كالمصادر الأخرى ترفض التعامل هذه جميعها التحديات تلقي كبير جدا على مراسلين في الميدان على طواقمنا التحريرية ذلك كان لابد من محاولة الخروج من هذه الدائرة وتوسيع لكن غياب مثل هذه الأطراف أستاذ أحمد خاصة ظهور المسؤولين ورفضهم في القناة كيف يمكن معالجته وأنتم تقدمون خط تحريري يفترض أن ينقل وجهة جميع الأطراف أن تترك مساحة لأطراف الآخر ليوضح وجهة نظرة كيف يمكن تجاوز هذه النقطة حتى يكتمل الصورة الإخبارية نحن حريصين على ظهور كافة المسؤولين الحكومين في الحكومة الشرعية وحتى في غيرها حتى في سواء في الجماعات الحزاب أو الجماعات الأخرى حريصين على دعوة المشاركة لكن غالبا ما يتم الرفض لأن هناك الحكومة والشرعية للأسف وكذلك بقية الأطراف السياسية تعاني من استلاب سياسي هناك يأتي توجيه من السعودية ومن الإمارات بعدما الظهور في قناة القيس لا يظهر أحد وبالتالي هذه مشكلة نحن لا نستطيع تجاوزها نحاول بالتواصل مع موظفين في مستوى أدنى نحاول أيضا البحث عن محللين قريبين من هذه الأطراف نتناول الأخبار كما هي ومن ثم أحيانا تكون هناك رغبة للتعقيب لكن نحن لا نرهن على النخبة السياسية نرهن على الشارع نحن نقول أن مهمتنا هي إيصال صوت الشارع مهمتنا أيضا نقل ما يدور وليس أن نتحول إلى بقب أتكاد المسؤولين الحكومين حتى في القنوات التابعة للشرعية لا يظهرون لهم ربما يظهرون في القنوات المحسوبة على السعودية وقنوات المحسوبة على الإمارات لكن هناك أيضا عقدة لدى المسؤولين اليمنيين وهو عقدة النقص لا يرون أنهم بإمكانهم الوصول إلى إلا عبر القنوات الأجنبية أو القنوات الخارجية وبالتالي هذا جزء من المشكلة اليمنية وهي عقدة النقص التي يروها في أنفسهم وبالتالي نحن نرى أن لا كرامة للنبي في أهله هذه ربما تنطبق على القنوات التي تحاول أن تفرز أو أن تضع نفسها في مرحلة أو في مواجهة التحديات نحن في مرحلات فيها الكثير من التشوهات فيها الكثير من الأقطاء الإعلام يدفع ضريبتها الجميع يحاول أن يحمل وسائل الإعلام تبعية أقطاءه تبعية التقصير لكن هذا هو الواقع وعلينا أن نتكيف معه ونحن نحاول قدر الإمكان أن نقدم للناس رسالة متوازنة إلى حد كبير نحن نقول أننا كنا مع الشرعية كفكرة وليس مع الشرعية كأشخاص نحن مع استعادة الدولة لكن كيف يتم استعادة الدولة نحن مع السيادة يعني هناك مجموعة من الأولويات هناك مجموعة من الأهداف وضعتها مجلس دارة قناة بالقيس ونحن نحاول أن لا نخرج عنها كثيرا لكن نحن نشكر الله ونشكر الظروف أننا وقفنا هذا الموقف بعيدا عن الأحزاب بعيدا عن أطراف السياسية هذا ما يمنحنا الكثير من الحرية وكثير من المرونة في التعاون مع جميع الأخبار بدون أن نخشى أي شيء نعم عند نقطة التصنيف وكيف تصنف قناة بالقيسة سألك عند هذه النقطة ولكن اسمحنا أن ينضم معنا مراسلنا من تعز فواز الحمادي مساء الخير فواز عبر الأقمار الصناعية مساء النور لك آسيا ولكل مشاهدي قناة بالقيس الكرام وهي أيضا للأستاذ أحمد زرقو مدير عام قناة بالقيس إذن كل عام وأنت بخير فواز بمناسبة رمضان الكريم وكذلك بمناسبة انطلاقة قناة بالقيس وهذه الذكرة الرابعة لانطلاقة القناة فواز من الذي يعنيه هذا اليوم لكم كمراسلين ميدانيين نعم كل عام وأنت وطاقم القناة بألف خير ومن تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز قناة بالقيس حقيقة أحدثت ثورة في مجال الإعلام على مستوى الإعلام اليمني نحن كصحفيين شباب كانت قناة بالقيس هي الانطلاقة الأولى لنا وأتيحت لنا فرصة الحضور وتسجيل اسم إعلامي في سماء الإعلام اليمني وكذلك أتيحت لنا فرصة أن نكون صوت المواطن أن نكون صوت من لا صوت له أن نتلمس هموم وأوقاع الشعب وأن نكون على قدر المسؤولية في إيصال صوت هذا المواطن للجهات الرسمية والعالم ليسمع عن معاناة شعبنا في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن حقيقة كانت فرصة رائعة لنا جميعا كطاقم ميداني لقناة بالقيس إذن فواز هناك الكثير من الصعوبات أو التحديات التي تواجهنا خاصة في محافظة ليست مستقرة بها الكثير من الأحداث شهدت أحداث كبيرة من خلال انقلابين وكذلك أحداث داخلية كيف تمر عليكم هذه الأيام وكيف تستطيعون التغطية خلال تلك الأحداث نعم صعوبات كثيرة يواجهها طاقم العمل الميداني خصوصا نحن في تعز في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه المحافظة أكثر من أي محافظة أخرى حالة التصنيف السياسي من قبل الأحزاب والتيارات السياسية وكل طرف يحاول أن تكون صوت له ولا تكون صوت للحقيقة هذه واحدة من أكثر الصعوبات التي تواجهنا في المحافظة أيضا عامل القانب الأمني وهاجس كبير لدينا في ظل صعوبة التحرك بحرية داخل المحافظة في ظل انتشار الجماعات المسلحة في ظل انتشار السلاح المنفلت حالات الاغتيالات التي تشهدها المحافظة حقيقة نحن نخرج وأحيانا نتوقع أن لا نعود إلى منازلنا مرة أخرى نخرج وأسرنا تضع أيديها على قلوبها خوفا على حياتنا من أي استهداف قد يطالنا حالة التصنيف التي تعيشها المحافظة أثرت بشكل كبير على تحركاتنا وعلى أعمالنا أيضا نحن أو أنا شخصيا في الريف كما هو معروف أن الريف يهمش كثيرا من قبل وسائل الإعلام حقيقة ريف محافظة تعز لا يوجد أي مراسل أي قناة بالسيذناء مراسل قناة بلقيس في ريف المحافظة وهذا أثر بشكل كبير علينا ما جعل المعاناة مضاعفة لأن عندما يتواجد مراسل واحد في هذه المساحة القغرافية الكبيرة يفرض عليك قهود مضاعفة كي تكون صوت المواطن كي تتلمس معاناة هؤلاء الناس أيضا نضطر أن نقطع ساعات طويلة كي نصل إلى المناطق التي نريد نقل صورة الواقع هناك أيضا نسمع عن قصص في مناطق تكون بعيدة فنضطر أن نقطع مسافات طويلة حتى لا نترك هؤلاء الناس دون أن نصل صوتهم نعم إذن فواز بكل هذه الصعوبات التي تواجهنا بالتأكيد تصلنا مواد رائعة نستطيع من خلالها نقل معاناة هؤلاء الناس لكن أريد أن أسألك كيف ترون تجاوب الناس معكم أثناء نزولكم وتغطياتكم الميدانية في الحقيقة هناك حالة رضاة كبيرة من الشارع على أداء قناة بالقيس أحيانا ننزل للأسواق لتلمس هموم المواطنين وأيصال صوتهم فنجد الناس يتدافعون بشكل كبير من أقل أن يوصلوا صوتهم كل شخص يريد أن يظهر يريد أن يقول أن ننقل صوته عبر القناة يشيد بأداء قناة بالقيس المهني والذي ينقل حقيقة الوضع كما هو دون زيادة أو نقصان ودون أي تحيزات لهذا الطرف أو ذاك حقيقة هذا واحد من الإيقابيات واحدة من الإيقابيات التي تدفعنا لاستمرار في عملنا إذن شكرا جزيلا لك فواز الحمد لمرسلنا من تعز كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من هناك تعليقك أستاذ أحمد خاصة محافظة تعز كثيرة الأحداث محافظة تعز هي واحدة من أكثر المحافظات حضورا على شاشة قناة بالقيس هي المحافظة البحيدة التي ننتج منها برامجين وفيها مراسلين وفيها أكثر من شراثة مصورين تبع القناة وهذه ميزة كبيرة جدا نستشعر نحن أهمية محافظة تعز سواء السياسية أو حتى الجغرافية المكانة الثقافية لهذه المحافظة المحافظة الموجودة هي في كل اليمن أبناء تعز ينتشرون على امتداد الخارطة اليمنية تعز لها أهمية سياسية وبالتالي ما يحدث اليوم في تعز هو انعكاس أو نتجة الأهمية التي تتعظى بها هذه المحافظة نظرا لموقعها الجغرافية وحتى لدورها ودور أبناءها ووجودهم أيضا في معظم مراكز صنع القرار أو في معظم المراكز الحساسة العلية سواء في المناصب التنفيذية في الدولة سواء في صنع أو في عدر أو في غيرها من المناطق وبالتالي محافظة تعز للأسف واحدة من المناطق الملتهبة لدينا تحضر فيها صراعات أسرع مع الميليشيا والانتهاكات تحضر فيها صراع بين الأطراف السياسية تحضر فيها أيضا الانفلات الأمني الدور الإماراتي الشائك في هذه المحافظة الجماعة المسلحة العصابات المنفلتة هذه جميع التحديات تجعلنا عندما نقوم بتغطية ما يدر في المحافظة بالتأكيد أحيانا يكون هناك رضا وأحيانا يكون لا يكون هناك رضا أحيانا لأن جميع الناس كلهم يريد أن تكون بوقا أو معبرا أو تابعا له وبالتالي نحن في قناة بلقيس نحاول أن نكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف بس هنا الميليشيا بالتأكيد نحن لا توجد مسافة وسط بين الميليشيا وبين أي جماعات أو بينها وبين الدولة وبينها وبين الفكرة المواطنة والعدالة وفكرة الدولة لكن بالنسبة للتصنيف إذا لدينا لمبع التصنيف نعم طالما أعتني لهذه النقطة هناك جزئية كثيرة نستمع عليها وربما نتابعها نحن كمقدمة برامج على صفحاتنا بالتأكيد أن تتصلك العديد من الرسائل التي تحمل موضوع موقفكم من ممارسة التحالف والقوات السعودية الإماراتية أن خط القناة تغير منذ الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية والإمارات نحن نقول كما قال الشاعر بردوني يصنفون المصنف يجزئون المجزئ موقف قناة بلقيس من اللحظة الأولى كان واضح جدا نحن مع الشرعية نحن ضد الإنكلاب ضد ميليشيا الحوثي نحن لم نكن يوما في صف التحالف كما هو معلن ربما عندما استقبلنا أول غارة للتحالف ليلة 26 مارس كنا هلعنا وكان هناك نوع من ربما أن هناك سيحدث فارق أن من جاء لمساعدة اليمانية ونجدتهم سيكون بإمكانه إحداث فارق ومساعدة اليمانيين على استعادة دولتهم لكن منذ لحظة الأولى كان موقفنا واضحا أنا أتذكر أننا في اليوم الأول كان حصل الضربات وفوجئنا صباحا اليوم الأول بسقوط ضحايا الأكثر من 85 مدني في الغارة التي استاتفت جبل فجعطان ذكرنا التقرير وأخبار وكنا القناة الوحيدة وأذكر أن الجميع كان يقول كيف أنتم ضد الحوثي وتتحدثون عن أن هناك ضحايا وتصفوا أن ما حدثه هو جريمة نحن قلنا أن استهداف المدنيين هو جريمة بغض النظر من هو الطرف الذي استهداف المدنيين التحالف أو الشرعية أو الحوثي أو أي طرف بالتالي نحن كنا حريصين من ضل الحظة الأولى أن ندين الجرائم والانتحاكات التي تعرض لها اليمنين توالت ردود الأفعال وكان الجميع ينتقدنا لماذا نوطي جرائم التحالف كنا نقول نحن في الأخير الضحايا هم يمنيين وهم مدنيين أماكن الصراع معروفة وأماكن الاشتباك معروفة مع الميليشيات لكن كنا حريصين جدا منذ اليوم الأول أن نتخذ موقف واضح بالإنحياز إلى الناس وهذا لم يتغير نهايا بعد ظهور الأزمة الخليجية بين قطر والإمارة السعودية لم يتغير موقفنا تماما ربما تغير موقف قناة الجزيرة مثلا أو بعض الوسائل الأخرى لكن نحن كنا على نفس الموقف الواضح لأننا كنا بعيدين عن تحيزات منذ اللحظة الأولى ونحن لا نقر بتبعيتنا لأي طرف سياسي وهذا ما يجعل الجميع يصنف هنا يوم مصلاحيين يوم يقولوا ناصرين يوم يقولوا في نهاية المطاف يعني لم يعد يرضى علينا أحد لم يرضى عليك أحد حتى لا الحكومة ولا التحالف ولا الحنفي ولا يطرفوا بالتالي إذا لم ينزعج الجميع منك نعرف أننا نمشي في الطريق الصحيح لكن إذا لم ينزعج أحد مننا أعتقد أننا علينا أن نذهب الإقفال للقناة غدا يعني نعم إذن ينضم معنا أيضا مراسلنا من الجوف علي الجردي عبر الأقمار الإصطناعية من مأرب مساء الخير علي وكل عام وأنت بخير مساء النور ومساء الخير لكل اليمنيين وكل عام وأنتم بخير ولضيفك الكريم الأستاذ العزيز أحمد الزرقة مساءكم طيب أهلا بك علي إذن أنت مرسلنا في الجوف أربع سنوات من العمل الميداني بين جبهات قتال الإنقلابين وبين الأحداث اليومية للمحافظة ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم هناك في الحقيقة أربع سنوات نعم من انطلاقة قناة بلقيس ومن حضورها في محافظة الجوف هناك الكثير من التحديات والكثير من الصعوبات التي راثقت أيضا الكثير من النجاح لهذه القناة على الأرض ربما من أكثر الصعوبات التي واجهناها خلال تغطيتنا كانت صعوبة الحصول على المعلومة في ظل بروبيغاندا الحرب وأيضا التباين وتناقض المعلومة داخل هذه المحافظة التي تعد قريبة من الحدود السعودية وأيضا داخلها أكثر من 12 جبهة الحصول على المعلومة بحد ذاته يعد صعوبة جدا ويخلق إرباك لدى الصحفي هذا التناقض الكبير للمعلومة لكننا حاولنا وخلال أربع سنوات من العمل أن نكون أقرب إلى الناس وأن نحاول أن ننقل المعلومة كماكية وأن ننقل الأحداث ونتابع أيضا تحركات الجيش والوطني وأيضا ننقل معاناة الناس والضحايا على امتداد هذه المحافظة نعم إذن أنتم الأقرب للناس علي فكيف هي صورة بلقيس هناك؟ حقيقة بلقيس استطاعت أن تصل إلى كل نستطيع أن نقول أنها استطاعت إلى معظم مناطق محافظة الجو فلاسيما المناطق المحررة تلمست معاناة النازحين في مخيمات النزوح وأيضا استطاعت أن تصل إلى أولئك الضحايا الذين يسقطون سواء في الجيش الوطني نتيجة الغارات الخاطئة أو أولئك أيضا النازحين الذين لم يجدوا مأوى ولم تلتفت لهم المنظمات الدولية نقلت بالقيس معاناة هؤلاء الضحايا إضافة إلى أنك نقلت تطلعات الشارع وتطلعات المواطنين في محافظة الجوف أحلامهم، همومهم، معاناتهم داخل هذه المحافظة التي غيبت طويلا عن وسائل الإعلام وعدسات التلفزة لم تكن هذه المحافظة حاضرة مؤخرا وخلال تواجد قناة بالقيس أستطيع أن أقول أنها وفرت لها قناة بالقيس مساحة ممكنة لنقل هموم هذه المحافظة وهذا يحسب طبعا لقناة بالقيس وللإدارة ولطاقم القناة يقول الناس في الجوف بأن قناة بالقيس كانت إضافة لهم وأن صار لديهم مساحة لنقل معاناتهم والصورة النمطية التي كانت مأخوذة عن الجوف تدريجيا صارت تتغير بفعل الإعلام الذي حضر داخل هذه المحافظة والذي نقل الصورة التي كانت ربما قاتمة على هذه المحافظة استطعت قناة بالقيس وغيرها أيضا من وسائل الإعلامة اليمنية أن تنقل الصورة الجيدة لأبناء محافظة الجوف ومعاناتهم وهمومهم ومتطلعاتهم نحو المستقبل في ظل أيضا الحرب التي يعيشوا وما يعانوه أيضا في المناطق التي تحررت أو المناطق أيضا التي ما تزال تحت في الزيطرة الميليشياء نعم إذن دعني أذهب لأستاذ أحمد وسعود إليك علي الجردي مراسلنا في محافظة الجوف التي ربما وصفها فعلا أنها كانت منسية أتذكر أن الجوف لم تكن تظهر إلا في نشرة الأحوال الجوية فقط ما هو تعليقك على ظهور علي معنا اليوم؟ ليست الجوف وحده هي المنسية كانت هناك محافظات كثيرة العديد من محافظات لم تكن تحضر نهائيا إلا كمحافظات فيها جريمة أو محافظات يتم محاولة جعلها أو وصمها بأنها تشجع الجريمة أو كما أقرب أيضا كانت لديها وصمها سيئة وصمها النظام السابق شبوة أيضا حضر موت لم يكن أحضر في الإعلام السابق سوى صنعة وربما عدن إلى حد ما لكن اليوم نحن فخور جدا بوجود علي الجردي في الجوف وهو من أنشط زملائنا المراسلين ومثلت تقاريره نقلة نوعية كبيرة جدا للقناة أشكره وأشكر جميع الزملاء أيضا في شبوة في حضر موت في مارب في حجة أيضا لدينا مراسل في الحديدة في تعز في لاحج في أبيان نحن متواجدنا ربما في أكثر من 60% أو 70% من المحافظات وهذه تحدي كبير جدا نحن نأمل أن نستطيع توسيع شبكة مراسلنا خلال العام الجاري وبحيث أن في المنطقة التي فيها مراسل يكون لدينا أكثر من مراسل في المحافظات النائية نصل إليها أيضا رغم أن هناك صعوبة جدا تتمثل في عدم الحصول على صحفيين متمرسين لديهم نوع من الخبرة نوع من القدرة على التعامل مع الأحداث بعيدا عن التوصيفات السياسية المسبقة والانتماءات والتحيوزات لكن نحن فخور جدا بشبكة مراسلنا ونعتقد أننا سنقطع خطوات مهمة جدا في العام الميداني خلال هذا العام إذن أعود إليك علي وفي دقيقة لو تكرمت تحدثنا وأنت تلتقي بالناس ما الذي يطلبونه من بلقيس؟ لا أخفيك أن الناس في الجوف يعتبرون بلقيس من أكثر الوسائل اليمنية قربا لهم ومن خلالها يستطيعون أن يعبرون عن همومهم الكثيرة وعن مطالبهم التي ظلوا ينشدونها لسنوات طويلة ولم تنقلهم وسيلة إعلامية من قبل بلقيس تمثل في الجوف صوتهم وعبستهم وشاشتهم التي يطلون بها أو منها إلى الجهات المسؤولة وإلى الجهات المقتصرة التي يطالبون من خلالها لمشاريع تنبوية ويطالبون أيضا بتغيير الصورة النمطية التي رسمت عن هذه المحافظة بلقيس في الجوف تمثل صوت المواطن صوت المعاناة صوت الإنسان في الصحاري صوت الإنسان في الريف صوت الإنسان في الخيام وفي مخيمات النزوح صوت الإنسان داخل هذه المحافظة التي يغيبت طويلا والتي يأمل المواطنين في هذه المحافظة أن تستمر قناة بلقيس أكثر في تغطية همومهم ومعاناتهم ونقلها وإيصالها للجهات المعنية وللمسؤولين أيضا عن هذه المحافظة ونقل أيضا تطلعاتهم إلى المستقبل نعم إذن علي الجرادي مراسلنا في الجوف كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب شكرا جزيلا لك اسمح لنا أستاذ أحمد وأنتم كذلك أستاذ المشاهدين أن نذهب فقط لمشاهدة هذه المادة حول أراء المواطنين عن قناة بلقيس بلقيس تعتبر إضافة نوعية للإعلام اليمني حيث تناولها للقضايا العامة بشكل عميق ومتوسع بصورة جديدة لمنعها في الإعلام ونتمنى لها مزيد من التقدم والتطور والاستمرار والاستدامة قناة بصراحة فرضت نفسها على واقع العمل الإعلامي بتناولها القضايا المجتمعية بمهنية ودقة أعتقد أنها فاقت كثير من وسائل الإعلام العريقة رغم حداثة سنها والأصح حداثة نشأتها لم تمس الثوابط الوطنية بتناولها لم تمس الثوابط الوطنية ولا تفوت في عضد النسيق المجتمعي تتعامل مع العقل المشاهد بذكاء قناة تبث الحقيقة ولا تبث التزييف ولا تبث الفتن بل على العكس شاركت في كثير من الوقفات الاحتقاقية مع أمهات المعتقية والمخفيين وكان هناك دور كبير لها أنها أشهرت صوت كان مكتوم ومعتم عليه هذه القناة التي تمثل صوت الحرية وصوت اليمن واسم على مسمى تحمل هم اليمنين في كل مكان ومثلة أقول نقلة نوعية في العمل التلفزيوني قناة بلقيس يعتبر قناة تلامس حقيقة المواطن وهمهم المواطنين وتناكش قضايا وطنية وهي القناة الوحيدة التي هي محايدة قناة بلقيس لا شك أنها كانت إضافة إعلامية قديدة إلى الإعلام اليمني بل إعلام العربي بشكل خاص تمتهن العملية الإعلامية بصورة متقددة ولديها أساليب قديدة نستطيع أن نقول لها إضافة نوعية وإضافة إيجابية للعمل الإعلامي اليمني والعمل الإعلامي العربي ونتمنى لها مزيدا من التوفيق والنقاح في سيرها وخطاها الإعلامية اعتبرت قناة للشعب وقناة لمن للجميع لمن ليس له قناة هذه قناة بلقيس لم تحتكر القناة على فئة معينة أو على جماعات معينة بل كانت صوت الشعب وصوت الشارع إذن عود إليكم مشاهدين الكرام عود إليك أستاذ أحمد لو تحدثنا عن جديد القناة ما هي خطتكم القادمة؟ هل هناك تحديث في البرامج؟ بالتأكيد هناك خارطة برامجة بدأناها في رمضان أضفنا ثلاثة برامج برامج حيث الإنسان وهو برامج رمضاني خاص بحث ثلاثين حلقة ربما لدينا تصور أن يتم تكراره لكن في دورة برامجة أخرى ربما في رمضان القادم وهناك ضغوط أن يكون يعني ضمن الدورة البرامجية المقبلة لكن هو برامج من الصعب تنفيذه بسهولة لدينا أيضا برامج الحالمة وهو برامج جديد من محافظة تعز تقدمه الزميلة أفاق الحاج وقد ظهرت في رمضان بوادر الحلقات الأولى لدينا برامج حكاية حضرمية وهو برامج جديد سيتم أو نعم ربما هو تزامن الانطلاق مع رمضان لكن لدينا ما زال هناك مشروع أو نعمل وضع المساعدة الأخيرة على برامج من محافظة مأرب تحت عنوان من أرض بلقيس بالإضافة إلى برنامج تحقيقات استطلاعية أو برنامج تحقيقات تحت عنوان تفاصيل هذه ربما هي جديد الخارطة ليصبح لدينا حوالي 17 برنامجاً أسبوعياً ويومياً في قناة بلقيس وهو رقم غير مسبوق في القنوات اليمنية وهو تحدي كبير جداً في ظل محدودية الطاقم لكن لدينا جميعها من إنتاج القناة جميعها من إنتاج القناة وهذا شيء نعتز به بشكل كبير جداً لكن لدينا أيضاً خطوات لتطوير الطاقم بدأنا بدورة تدريبية للمراسلين ربما هناك خطوات أو هناك أفكار لتوسيع الطاقم التحريري في هنا بالإضافة إلى توسيع شبكة المراسلين هذه جميعها خطط تدرس لكن تعوقنا بعض الإجراءات الفنية والإجراءات المتعلقة بإمكانية وصول الناس أو توظيف الناس وحصولهم على فيز إلى إسطنبول وهذه ربما هي أبرز المعوقات لكن أيضاً لدينا خطة كبيرة وطموحة جداً في قسم السوشيال الميديا لدينا الآن إن شاء الله نعمل على وضع المساة الأخيرة لإطلاق قسم السوشيال الميديا وهو قسم سيكون فيه أكثر من 11 موظفاً مهمتهم إن شاء قنوات مواكبة قنوات في السوشيال الميديا أو في المواقع على التواصل الاجتماعي تكون رديفة لقناة بالقيس وبالتالي هذه هو التحدي الكبير الذي سنعمل خلاله خلال الأشهر المقبلة نعمل أن تأتي الانطلاقة الخامسة وقد استطعنا تطوير الكثير أو تحقيق الكثير من ما هو موجود في خطتنا السنوية هذه ربما هي أبرز الملامح العامة لإمكانية تحركنا خلال الأشهر المقبلة نعم إذن فيما يتعلق بالخارطة البرامجية سؤال سريع هناك من يقول بأنكم تلتزمون خط الأخبار فقط هل هناك أي فكرة لتغيير أو تنويع برامج منوعة يعني فنية يعني يغلب على القناة المحتوى الجاد لا توجد الدراما لا يوجد برامج فنية نحن قناة إخبارية سياسية بالدرجة الأولى لدينا مساحة للمنوعات لكن خارج يعني منوعة الخفيفة أو ما يشبه المجلة التلفزيون لدينا برامج مثلا برنامج أهل مدينة من عدن هو برنامج ليس السياسي برنامج الحالمة هو أيضا برنامج غير سياسي برنامج كيبورد هناك برامج تجمع بين القالب الاجتماعي والقالب الثقافي والقالب المعرفي لكن أن نتحول إلى برامج ترفيها باعتقد أن هذا ما زال مبكرا لكن قد يكون هناك في المستقبل لدينا نفكر أن يكون هناك لدينا برامج توثق للفن اليمني للتراث لكن هذه كلها مبنية ربما ما زال وقت مبكرا عليها اليمن تعيش مرحلة أصلا مرحلة صعبة جدا وبالتالي الحديث عن ترفيه في الوقت الحالي ربما هو بعيد عن تخصصنا لكن نتمنى أن يجد المشاهدين في قناة بلقيس ما يريدونه باعتبر أنها قناة سياسية بدلا من الذهاب إلى قروات أجنبية لاستقال الخبر اليمني عليهم استقال الخبر اليمني من هنا إذن كل عام وأنا وأنت وجميع الزملاء بألف خير أستاذ أحمد أنا مستعجلا في نشرة هي الأهم كل عام وأنتم بخير مشاهدين كل عام ونحن صدى أصواتكم كل عام ونحن بكم نكبر ننتقل وإياكم إلى إطفاء الشمعة الرابعة مع جزء من زملاء القناة المتواجدين لهذه الليلة شكرا جزيلا لكم ولمتابعتكم مشاهدين الكرام وترتبى مقطعها شكرا جزيلا لكممام تترinde اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة